اهلا بحركم مشاهدين الكرام حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي برنامج سياسة تير الحقيقة الاسبوع ده في حلقتنا طبعا مقدمة الكلام عيد الاضحى المبارك اللي احتفلنا به من ايام لكن كان فيه عيد تاني قبله هو العيد الستين للتلفزيون ماسبيرو تلفزيون العربي التلفزيون اللي حط بصمة على ازهان على قلوب الاجيال التلفزيون اللي صنع تلفزيون المصري اللي صنع حاجة اسمها الاعلام العربي التلفزيون اللي ايضا هو كان له تأثير على الاعلام الغربي رغم ان هو نشأ بعد الغرب الا ان القوة التلفزيون المصري وشعبيته وكم العبقرة اللي بدأوا بهذه الشاشة الفضية او حطوا البصمات والسوابت الاعلامية ربما ايضا كانوا سبب لاهتمام الغرب بالاعلام المصري وبالتلفزيون المصري مهما طال الزمن او مهما تغيرت الاحداث ومهما تعددت الوسائل والمنصات هيبقى التلفزيون المصري هو الجهاز او هو الوسيلة او هو النافذة الاعلامية الجادة والنافذة الاعلامية ذات المصداقية والنافذة الاعلامية اللي بتعتبر هي جامعة اللي افرخت كل الاعلاميين مش عايز اكون موبالر حيقول اعلاميين العرب ولكن بشكل او باخر كل او معظم الاعلاميين اللي موجودة على معظم الفضائيات العربية بحلقة النهاردة دي كانت مقدمتنا المهمة وفي المقدمة برحب بضيفي الأستاذ تامر يوسف من جريدة الأرام أهلا بحلقة أستاذ تامر أهلا وسهلا بيك وكل سنة وأنت طيب وكل سنة وكل أعلمي مصر بخير مناسبة عظيمة جدا لازم نتوقف عندها ونسترجع كل اللي حصل خلال 60 سنة وأنه في حاجات كتيرة جدا حصلت ويمكن حتى على مستوى الدراما مش الخبر بس تاريخ فتاريخ كبير جدا حافل يعني التلفزيون المصري كان الأنكر كان البصمة أو العلامة الرسمية ومسجلة حقيقة اللي طلع منها الإعلام العربي يعني الرياضة فعلا كانت رياضة مصرية في الأساس هشوف الصورة اللي معنا الصورة اللي جاية حقيقة لخاصة اللي احنا قلناها أنا وحضرتك يعني عن التلفزيون المصري وعن الرحلة الطويلة هي كده بالضبط زراع المصرية زي ما احنا شايفين والستستامر هيعلق لنا على الصورة يعني الدلالات بتاعتها الكاركاتور ده الفنان المتبيز أحمد قعود وعبر فيها عن الذكرى الستين لإنشاء التلفزيون المصري رسم التلفزيون في صورة المشعل أو المنارة اللي نورت الإعلام العربي بالكامل يعني استعان كمان بإنه الشعلة دي فيها وعي وفيها فن وفيها فكاهة وبهجة ودراما ويعني وثقافة وأدب احنا نسترجع حاجة كتير قوي ويمكن أنا من الجيل اللي حضر القناة الأولى والتانية وحضر افتتاح قناة الثالثة يعني التطور اللي احنا عشناه بقى خطر خطر التلفزيون لحد ما وصلنا اللي احنا الآن تبقى هنا الحقيقة بين ريموت كنترول فيه على الأمر الصناعي والفضائيات ستين وآآ سبعين قناة ولكن الحقيقة في النهاية برضو هو كل يؤدي إلى نفس النقطة أنا ليه في أماكن كتيرة جدا في الوطن العربي ويمكن من أحلى الحاجات هي أنك تبقى بتسمع متابعة لتشوف الفيدباك بتاعة قراء الناس فتلاحة بيكلمك في حلقات تسجلات وبيكلمك في رأي تقال فيه نخش ده دور التلفزيون مصري البصمة البصمة هو صحب البصمة تعبددت منصات ولكن ما فيش البصمة للأسف طيب أستاذا حليك تستمر ومشاهدين يا كرام هنأخذ الكفاص القصير ورجعنا نكمل مع حضراتكم خليكم معنا ورجعنا لحضراتكم ومع دفنا له سيستمر يوسف من جريدة الأهرام وحنبدأ في موضوعاتنا النهاردة سيستمر النهاردة اللي هي أغلب معظم الرسامين كان مسلطين الضوء على حاكم التركي حياء أوصف كتير التقال ولكن هي أمجد رسمي في البداية حاول يبين الإجرام اللي بيرتكب في حق دولة عربية من حاكم موهوم كاذب يعني متأمر بيدعي أنه هو خليفة أو أوامونه خليفة واللي عايز يعمله في ليبيا فصورة زي ما انت شايفة حضرتك هنا اه تنظر معنا هي داخل على صقب أو ممر أسود وهو الطريق إلى ليبيا يعني شايفت زي حضرتك طبعا أمجد رسمي من الرسمين المتميزين جدا اللي ليهم ريشة متميزة وبصمة في الكاركاتور العربي بشكل عام الكاركاتور ده هو صور التركية بالتربوش التركي اللي عليها عالم تركية ومتجهة نحو نفق مظلم وهي سرط الليبي وطبعا هنا المدلول بتاع الكاركاتور واضح طبعا هو داخل على نفق مظلم انت رايح لا هو مكانك ولا هي حربك ولا هي حكش أي علاقة ولا خالص وحيفضل الموقف ده يعني للعقلاء اللي بيفكروا اللي حيسترجعوا من التاريخ حرب بيتنام مثلا زي أمريكا دخلت في حاجة لا هي لها علاقة بيها ولا كانت حربها ولا مكانها ولا وكانت النتائج كارثية لسنويات ده ده لاو منقرن كده نظلم أمريكا على فكرة من هناك معتدية على دولة بيتنام لكن الحاكم التركي ده هو مش هو اللي رايح ده هو فيه داشترنج ده هو يعني دمية بتتحرك هما بيحركوه احنا لما نقول ان هو رايح بنعمله كانوا بنعمله شخصية الحقيقة فأو بنخلاله إرادة على تقل في حاجة تتفق معاه فيدي هما ما عندوش الإرادة يعني ده بطل من وراء وبتحرك بالأمر هو يعني عد تابع يعني يعني مش موجودة لكن المطامة والمطامة وخلاص هنرجع للفكر الاحتلال من أول وجديد وحتبقى دول محتلة وحيبقى خيرات منهوبة وحيبقى لكن ما حدش حيبقى ده يعني إرهابي بيحركوه يعني وجد نظر رايح تشايف يعني كده حد بيقضوه هنروح للفنانة الأستاذ أمنى وكاركاتير آخر في اعتماد هذا الكاذب الأشر أردوغان على الميليشيات المسلحة المجرمة يعني مش عادي في نيمة دين الأستاذ أصابة يعني شايف صورة زيبة الكاركاتير الأختنا أمنى الحمادي رسمت الكاركاتير الإماراتية وصورت هنا يعني البطولة الزائفة الهشة برضو للكيان التركي وفي الظهر الظل بتاع الكيان ده الميليشيات المجرمة الأصابة بتاعته الإرهابية يعني زي الترميز ببساطة جدا طلع لي الصورة الحقيقية اللي موجودة لشكل تركية وتوجدها سواء في في ليبيا أو في تعاملها كان في سوريا أو في العراق يعني سوء سوء في عشر سالة ما فيش بلونة وهي معبرة مغشرة الموقف مش محتاج تعليقات ولا محتاج أنه يبقى فيه تعليق لأنه الموقف هنا رمزي وخلينا نروح شوية كمان للكاركاتير نفسه الكاركاتير الدولي والإقليمي نادرا ما بيبقى فيه تعليق اللي تعليقات خالص كاذب تركي وميليشياته الإرهابية وهي متجهة إلى ليبيا هي يعني برضو شافت الصورة الزي حددك وفيش تعليق محتوظ طرميش تاني برضو بشكل كويس جدا أنه دايما الشنطة دي بيبقى فيها سلاح سلاح معدات ممكن آلات موسيقية ممكن يعني هي حقيبة بس الحقيبة دي هو واخد فيها ميليشيات واخد فيها مرتزقة واخد فعمل لها الشيء بشكل كويس جدا وعمل الخطوات بالشخص خطوات رجلو متحرك في اتجاه ليبيا فهنا الترميز في منتهى النجاح وموصل برضو الرسالة اللي عايز يقولها هنروح للصورة تانية معنا وأستاذ أمجد رسمي بيصور لنا برضو المطامع الإجرامية التركية وميليشياتهم والغريب إنه بيحاول الناس دي تبعين إنها أصحاب حقوق زي ما تحاك شايف أستمر بي يعني بيداره وراء طاولة أو المفاوضات يعني هما ملومش أي حق في المفاوضات فيش مفاوضات بسلاح مثالي بس برضو حيك تقرأ في السورة أنا طبعا يعني غير فكرة طاولة الحوار وإنه فيه هي المنشيات بتحتمي في طاولة الحوار وبتقوم بعملياتها الإرهابين وراها في داخل ليبيا طبعا الأداء رشد جدا كالمعتاد من أمجد رسمي طريقة التلوين البسيطة التهشير العفوي الجميل يعني مدينا شكل لطيف قوي وعجبني كمان التشخيص للميليشيات يعني فكرة الميليشيات رسالة قوية جدا الحقيقة ومستترة وراء طاولة الحوار صورة مجسدة الفعلا اللي معنا وألوان يعني أنا حسنا طربيزي خشب يعني صحيح من الحقيقة من الصورة بتجسدها أمجد رسم من الرسمين المتميزين خلقا قبل ما يبقى فن كمان يعني حد متميز جدا متدرج كمان جدا بدرجة اللون كده يعني مستنى للواقع تقريبا السيد تامر يوسف صورة جاءة لحضرتك مش هعل عليها خالص تفضل أزيش في حالك بتعيز يعني طبعا يعني أرجوغان في حرب ضد الحريات وحريات بالمناسبة دي اسم أكبر جريدة في تركيا والحرب هنا في قصف قلم الجبهة المعارضة وحتى حرية التعبير وهنا بقبة من حديد يعني يعني رمصت كده بالقبضة الحديدية الكبيرة الضخمة دي اللي خصفت القلم طبعا ده موقف عايش طول الوقت داخل تركيا مجسد حداياك الألم برضو الجزء المكسور ده باين أو واضح من الرسالة ووضح في الألم يعني مسلط على جزئية الإيد أو تعبير وش يعني أنا برس أنا ماشي بخطوات عشان العين تتحرك جوه الكادر من فين لفين أكبر حاجة كانت الأبضل الحديدية والألم اللي تم القصر ده وبعد كده هنلاقي تعبير وشه زي الجبهة بقى بتاعته ضد حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الأعلام اللي طول الوقت داخل تركيا بتعاني من أزمة من نفس المشكلة دي ده راجل حبس جيشه يعني وما باعتمد على المشيات مش محتاج جيش هنروح لأستاذ المجدرس بصورة تانية مع هنا برضو ومركب اللي هو المتحدة برضو بنفس التجسيد داخل داخل ليبيا نفسها يعني في قارب بسيط جدا هزيل هزيل وضعيف والنقومة المتحدة بشكلها برونقها بالأداء بتاعها اللي ما بينسبش الوضع بيقدف في صحرة فبرضو في منتهى البلاغة وصل الرسالة ويعني الرسالة هنا بينا بقدقيه انه يعني الخطوات بطيئة جدا جدا والشكل الوقور بتاع الأم المتحدة اللي بتحافظ عليه انما في النهاية النتيجة ايه المكان غلط والمساعي غلط والأسلوب غلط والأداء والنتيجة هكونوا فالحركة عبالما بيبتدوا يتحركوا بتكون الدنيا اه فكرة البطء طبعا طبعا انت تنقذ الموقف وتاخد وتكون حاسم وليك كلمة مش مسيس يعني وتاخد ما فهم بقى الوضع ماشي ازاي في القضية دي هروح لصورة تانية معنا برضو الوستاذ امجد رسمي وابسلت الضوء برضو على نفس فكرة الميليشيات الارهابية بطريقة تانية خالص برضو تسعيف برضو هايك الصورة ازاي يا سلام هنا المجتمع الدولي يعني عانى وبزل جهد كبير جدا وكان فيه تضحياته وفيه خسائر كبيرة جدا في انه يقضي على داعش وهنا جدار داعش اللي هو بيحاول انه يتخلص منه ويهدمه فيعني مجرب ما ابتدى يعني يغلصوا الجدار ده فلاق جدار تاني بعدين منتظره وهو جدار الميليشيات فطبعا برضو التعبير هنا بليخ جدا جدا والأدوات بسيطة خالص ولعب الأبيض والأسود بشكل ناجح خالص وده نلترش البسيط بتاع الكرة الأضاية جلوبيل حط اللون الأزرق البسيط خالص عشان يبقى التركيز في ايه انا بتكلم على انه ده المجتمع هرور الصورة تانية معنا وهي برضو بتتكلم مع ليبيا بستاذ امجاد رسمي وبيوسط او بيبين موقف للأمم المتحدة وصورة برضو لها ليبيا بتستنجد بالأمم المتحدة مكسورة الزراعين يعني مادة يعني اللي هو عارف انقذوني يعني ووضع في ليبيا كده يعني برضو مش مش المفروض ان المجتمع الدولي ولا الأمم المتحدة ده يرد الفعل ورد الفعل انه يعني مين حيساعد في منأة واما كما كسيح صحيح برضو هنا الرمزية جميلة جدا في التعبير وده مش غريب على أمجاد خالص يعني اللون الأزرق برضو برضو ده انت زي ما حالك وضحت وضحت في الصورة الفات لازم عشان يبقى رمز الأمم المتحدة او متحدة اللي هو بتاعها اليوان الأزرق حتى يعني من كم سنة احتفالية بتاعتهم لما تلون العالم كله بأنه الأزرق احتفالا بالأم المتحدة فده دي حاجة والحاجة التانية انه الجلوب الكرة الأرضية نفسها اللون الأزرق هو الأغلب عليها الرمز المستخدم دايما ولون المستخدم دايما هنروح للأستاذ محمد عبداللطيف وكاريكاتير الكومساري في أوتوبيس برضو هو كاريكاتير سياسي بس الحقيقة حطه بشكل تاني خالص فواضح انه هو أوتوبيس واردوغان موجود فيه وكومساري بيقول للركاب كل حد يرسم حدوده عشان معنا حرامي في أوتوبيس يعني هو حقيقة يعني هو برضو خفة الظل المعتادة برضو من فنان محمد عبداللطيف وإيدة البساطة في التعبير وحتى في طريقة التلوين الألوان الصالد الصريحة جدا ولعب بال في الفكرة بتاعته باللفظ هنا انه كل واحد بقى يرسم حدوده ويزبط نفسه عشان ايه في حد داخل خلصة كده داخل حرامي في وسطين طبعا يعني عادة في الموقف ده بيبقى يعني الحرامي ده بيأكل علقة موت يعني اه موضع ايه الموقف هيمشي ازاي بس هو في الاخر حرامي هيمشي بقى ولا الحرامي مولد ولا حرامي شباشة في جامعة حتى كمان يعني معاملته حتبقى قاسي قوي انا هاخرك فاصل بكلمة حضرتك حرامي وهياكل علقة موت السادة حضرتك والسادة المشاهدين هنغفق فاصل قصير ونرجع نكمل مع ضفنا لستامر يوسف ونسوف بقية الصور خليكم معنا ويرجعنا لحضرتكو وحنكمل مع برضو ليبيا ونروح لها للعراق وضفنا لستامر يوسف وستامر هنتقل برضو من مكان لمكان ونفس الاعمال الاجرامية اللي برتكبها هذا الاحمق المصاق حاكم تركيا ونشوف الصورة اللي معنا سوريان الحياة اللي بيقطعه عن العراق برضو في الميا والحالة يعني من يعني بيحركوه التحرك غريب برضو ما فيش في التعليق هو ما فيش تعليق وهي وضع مأساوي والوضع ده عانت منه سوريا قبل العراق ولما بنرجع للتاريخ كانت تركيا نفس المشكلة عملتها مع سوريا في ان هي سدت النهر يعني سدود الجهر نهر برضا في سوريا وهي بتقوم بنفس الدور دلوقتي مع العراق في دجلة والفرط يعني هو شريان الحياة هو العصب الحياة بالنسبة للعراقيين وفي وضع العراق يعني برضو الحياة صعبة جدا نفس الكلام بلد دولة عربية عريقة ليها تاريخها ليها مكانتها وبتحاول ان هي ترجع تاني وتقف على رجليها وانا بحربها بفكر يعني يعني غشم صحيح يعني لا احنا بقى بنك هو انا ملوط حدرتك هو احنا عشان الدين اجعله يعني هو زى صفة هو مش زى صفة هو حد عمرين يحركوه وحيورطوه في كل المشكلات دي وبالكده يسيبوه هو ما ما نعرفش حاجة هو واحد ويجني هو شعب الحصاب يعني يعمل المشكلة حتى البلد انت لشعبه اه طبعا لشعبه ولبلده لانه الوضع اللي بيبني بيبني وبيسيب اثار البناء واثار التنمية لبلده فملك اللي بيبني عداوة اه وبينمي عداوة وبينمي مشاكل مع دولة وهو اللي هيفضل في المكان شعبه وهم اللي بيحركوا هذا الحاكم الى اه زوال يعني هروح لسورة تانية معنا وكاريكاتير بيصور لنا يعني اه فشل الدولة اللي كانوا يعني محسسيننا انها بتستطيع انها تصنع اه ما لا يستطيع له انسان الولايات المتحدة اللي فشلت فشل زريع واعترف بهذا الفشل رئيسها في موجهة فيروس كورونا يعني صورة حقيقة اه بتجسد بس من غير ما فيش تعليقات هو طبعا برضو فيش تعالين انه هنا الرمزية القارب يعني خلاص القارب غري اللي تم اختراقه وخلاص يعني تسد من هنا بيطلع من هنا ففعلا امريكا تعاملت مع الموقف بشكل غريب والوضع الاغرب انه كل ما بنتحاول انه تلم بالوضع مثلا في نيورك وفتلاقي انه كاليفورنيا ده ولاية وطلع تكسس يطلع فالموضوع برغم كمان انه لما بتناقش الناس هناك ايه ايه انتوا عايشين الحالة ازاي فهناك هو دور انفلوانزا هادي خالص وموضوع ماشي وبننزل وبنتعامل الاف بتنطف الاحترازية اللي الناس بتعيش بيها مش موجودة والتعامل مع الوضع هناك هي كمان يا فندم برضو سستامر يعني دولة بتصرف على السلاح وبتصرف على دعم المؤامرات ازاي هتصرف على الصحة أو على رعاية شعبها هينكشفت حقيقة في زوايا يعني خطيرة خطاع الصحة في امريكا اه يعني مفيش كطاع ما تكلموش عن صحة هو نمرة واحد في العالم ما فيوش هزار لكن الناس في تعاملاتها اليومية بيعملوا ايه بينزلوا ويتحركوا ازاي بيروحوا مطاعم ازاي بيروحوا ملاتة ازاي التعامل مع الكمامة وتعامل مع هي دي المشكلة هناك حتى ما واخدين الموضوع ببساطة انا بقول لك واخدين الموضوع ده دور انفلوانزة عادي وبيعاد في كل الاحوال الكشف وسواء مع اي الشعب اللي الكشف قدرة الدولة هي اللي الكشفت السلوب التخطيط والاهتمام بمجتمعهم برضو مكشف يعني هي كانت يعني كانت مديانة زي فكرة يعني الدولة التي لا تقهر في شيء يعني فبلونا هنروح للسلوبة تانية معنا هو الوقت اللي بيدهمنا برضو هي لست سمير وكاريكاتير بيبين الحب في زمن الكورونا واسليبه يعني سمير ابن نكتة كده وبيحب يعني يشتغل على النكت وعلى الإفهات وكده فرسم يعني حالة حب كده بين كماما اللي برسوم عليها قلب ولعب اللون برضو الصلد البسيط ويعني الحوار اكتر حاجة بتخاف منها الكورونا فالرد كان لا امك يعني بخاف من امك اكتر من الكورونا فطبعا بيلعب على الحالة دي طول الوقت وبيلعب على النكتة اللطيفة اللي هو معتد دايما يعملها انه يرسم البهجة على يعني على الناس وعلى وجوه الناس الساس فوزي برضو كاريكاتير بيصور لنا في واحد برضو اللي جعل مجو مضاوة كورونا بقى الكمامة بس عشان يحمي نفسه برضو اللي الكمامة مش مضمونة فراح افص عصافية زي ما شايفين برضو فوزي من الرسمين اللي بيعتمدوا على النكتة وعلى الافهات اللطيفة يعني فرسم اتنين وحد مسانم خالص بس يعني الاثنين نفسين الكمامة وحد حطت زي قفص كده على اشبه بقفص العصافير يعني وبيقول له عشان ما حدش يبوسني يعني 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 الكمامة كافية بقى نحط الحاجز التاني يعني خطر صد واداء بسيط وحتى طريقة الرسم المعتادة برضو الفوزي بقى هدوء في الاداء كده وبيرسم البسمة برضو على وجه الناس يعني بيتحرك في حاجة دماء خفيفين نروح لآخر صورة معنا وهي الأستاذ فارك حسن ودعاء مصر وكل المصريين دعاءنا جميعا لقواتنا المسلحة ودعاءنا لقرادتنا السياسية ودعاءنا لهذا البلد بالخير والنماء وان شاء الله ربنا يزيح عنا وباء الكورونا وباء وغمم المؤامرات شايفة ازاي الصورة طبعا يعني أخوها الكبير أستاذ فارك حسن فنان الجميل رمز الأهرام يعني في الكاركاتور عمل أداء ثلث جدا وهو من الناس اللي بتحب تعب لما تشتغل تعمل أداء جميل فرسم مصر هنا بشكل لطيف جدا وعمل لها قلادة ظريفة مكتوب عليها الله وعمل توليفة ظريفة من النخل ومن الشجر المصري والبيوت المصرية مع الدعاء يا رب يا رب احفظ مصر ويا رب يعني ما ما تكتبش علينا بقى يعني أكتر من كده عذاب من اللي شفناه من كورونا ورب احفظ مصر من من مؤمرات مؤمرات ومن الأغبياء اللي يعني بيكيدوا لنا ليل نهار حقيقي بقى لانه خلاص يعني احنا بنتحرك على خطة تنمية بنتحرك عايزين نروح لأماكن أبعد اقتصاديا وشكل تنموي ولما بنشوف داخليا الوضع بيحصل فيه ونشوف حال الأصمرات فيه طفرة فيه طفرة كبيرة فمش محتاجين اللي عطلنا وخصوصا اللي بييجي عطلك ده كمان يعني حد عنده مطامع انا مش متخانم احنا بنتقدم وبنروح لعصور متقدمة فيها نهضة وفيها أفكار تنموية ولا بنرجع لعصور مظلمة ربما الحكاية هم شافونا سستمر تخضوا صحيح صحيح يعني احنا كنا هنفكرهم يعني لسه ان احنا الفرعنة وان احنا الاقوى وان احنا اسحب الحضارة وانس بقى هم واما تكشفوا صحيح هم تكشفوا سستمر يوسف من جريدة الاهرام اشرفتنا ودايما كل سنة ومصرنا بخير وشعبنا بخير وان شاء الله نشوف حالك على كل خير كل سنة وحضرك طيب وشكر جدا للطلافة الكريمة شكرا بشاهدينك كرام وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وبرناملكل اسبوعي سياستين شوفوا الاسبوع قادم على خير دمتم في امان الله